نقش مجلس بلدية الشمالية في جلسة الاعتيادية عددا من المواضيع البلدية والخدمية بحضور ممثلي عن وزارة الإسكان الذين قدموا خلال الجلسة شرحا تفصيليا بشأن المخطط العام للأراضي الخدمية في المحافظة التفاصيل في سياق التقرير التالي استعرض أعضاء مجلس بلدية الشمالية في جلستهم الاعتيادية اليوم عددا من المواضيع الخدمية والبلدية والمقترحات التي سترفع كثوصيات للوزارات ذات العلاقة فقد تقدمت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمقترح استخدام المواد المتطورة في رصف الشوارع والطرقات للحد من مشكلة تجمع المياه في الشوارع والطرقات والسلامة المرورية قدمت مقترح وهي الخطوط المطاطية بديل عن المرتفعات طبعا المرتفعات الحالية تكلفتها عالية وتسبب مشاكل حق المواطنين والسواق اللي يستخدمون الطرق هذه الخطوط المطاطية اليابان تستخدمها حاليا وفيها فوائد كثيرة منها تقليل التكاليف بالإضافة إلى زيارة السلامة المرورية كما ناقش المجلس مع ممثل وزارة الإسكان المخططة العام للأراضي الخدمية ومخططات الوحدات السكنية بالمدينة الشمالية حيث قدم ممثل وزارة الإسكان شرحا تفصيليا بشأن عددها وخطة بنائها من خلال التنسيق مع الوزارات وفق خططهم الاستراتيجية وموازناتهم المخصصات لها تم استدعاء وزارة الإسكان للمجلس البيدي الشمالي لمعرفة آخر مستجدات المدينة الشمالية وخاصة الأماكن الخدمية من حدائق من مماشي من ساحات شعبية كذلك المراكز الصحية المدارس نبي نعرف آخر مستجدات في هذا الموضوع وشرحوا لنا ما قصروا عن الأماكن الخدمية لكن نحن إن شاء الله ننتظر الإنجاز الفعلي لهذه الخدمات لأن بيوت بدون خدمات يعني ما أعتقد صعب شلون مواطن يسكن بدون خدمات وحفاظا على المنظر الحضاري العام والبيئة وضمان التزام بعض مقاولي البناء المخالفين للمعايير والاشتراضات التنظيمية أوصل مجلس البلدي بعمل حملة على مقاولي البناء المخالفين وذلك لإعادة هيبة النظام بالالتزام بالاشتراضات التنظيمية للمباني وإدراك أهمية سيادة القانون